فاللغة العربية لغة عميقة لغة واسعة بتدل على النعمة مش تقيلة بمعنى صعبة لأن احنا مش بنتكلم عن اللغة العربية اللي يتكلم عنها الناس في الأفلام اللي بيخلوا الناس عايزين في الطرقات وفي الشوارع يتكلموا اللغة العربية بمعنى يتكلموا اللغة الفصيحة اللي بتتكلم اللي هي لغة المجال العلمي لكن اللغة عندنا اللغة العربية هي هوية فهي مليانة بالجمال ومليانة بالقيم وعشان كده هي بحر من بحر النور والجمال ومحاسن القيم وإحنا في رحلتنا في تربيتنا الأولادنا وتعليمهم أوقات كتيرة بنخفل عن أهمية اللغة العربية في حياتنا وبند الأولوية للغات الأخرى عن العربية وعلى فكرة دي بقايا السنائية المجتمعية إن إحنا عايزين أولادنا يبقوا ماشيين في ركب التمدن وبعيدين عن الرجعية وفي ناس بتصدق ده المشكلة بقى إن في الظرف اللي إحنا فيه ده اللي الإنسانية كلها بتقدر تبص على العرب وتبص على قد إيه الشعوب زي الشعب المصري وزي الشعب الفلسطيني متمسكين بقيمهم ومتمسكين بأخلاقهم وفيه غرهم بيتخلى عن ده في الوقت ده ما ينفعش إن إحنا نغفل الكلام عن اللغة العربية فيه ناس كتير يظنين إن إن سفينة الإبحار في حياة الناس إن نجا فيها بإنك أنت تتخلى عن هويتك إحنا مش شايفين ده إحنا شايفين إن النجاح والنجاح بإنك أنت تتمسك عن هويتك وكل الأمم اللي تقدمت في الحقيقة تقدمت لما تمسكت بهويتك وإحنا مش محتاجين عشان ننجح نعمل إيه؟ نواكب العصر بمعنى إن إحنا نتخلى عن الهوية لا مواكبة العصر ليس جزء منه التخلى عن الهوية ولكن مواكبة العصر يكون بأن أنت تتحمل كل قسماتك عشان تقدر تنتج وتبدأ ودائماً إحنا بنقول عشان نواكب العصر لازم يبقى نتخلى عن اللغة العربية ويبقى عيب عندنا أن نحنتكلم باللغة العربية ونتكلم باللغات الأخرى عشان تبقى دي واجهة اجتماعية ويبقى فخري لأولادنا إنهم بيتكلموا لغات أخرى جميل وضروري إن أولادنا يتعلموا اللغات الأخرى عشان ينتفعوا بالخير اللي فيها اللي موجود في هذه الحضارة وإحنا عندنا بنؤمن إن الحضارة كلها حضارة الإنسان حضارة الرحمن ربنا اللي خلق الحضارة دي وعشان كده ما عندناش غضاضة إن احنا ننتفع بأي حضارة وعشان يقدروا يتوصلوا ويتوصلوا مع العالم ويفهموا حاضروا ويفهموا واقعوا كويس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل أمة بلسانها ويحورها بلغتها لكن إننا نأخر العربية في الأهمية ونهمشها ونبعدها عن حياتنا ده شيء بيعجز أولادنا عن العيش في الحياة ويبقى الولد حاسس وكأنه بيعيش في صام هو عربي بعقل عربي وإذا بيه لابد يتحول إلى عقل غير عربي وبيتكلم حاجة تانية أنا هقول لكم بس العربية بتعمل إيه في العقل بتعمل إيه في الإنسان في حاجة عندنا في لغة اسمها المجاز لما الله سبحانه وتعالى يقول ويسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها المجاز ده بيخلي الإنسان بيفكر بعمق هو مش هيسأل القرية مش هيسأل الحطان هو هيسأل أهل القرية إيه ده؟ يعني الشخص هيبقى عارف أن العلم واسع مش العلم ضيق لأن اللغة واسعة ما بتقفش عند الظاهر لكن لازم تكون أنت عميق لازم تكون إنسان بتنظر إلى ما وراء الأحداث فبمجرد ما هو بيتعلم اللغة بيتعلم التحليل بيتعلم التفكير متعدد الرؤى وبيتعلم أن العلم واسع وأن الفكر واسع ويجعلنا أكثر قبولاً للآخر لأنه ممكن يقدم لي فكرة أخرى في النص اللي محتاج تأويل فبقت قضية التأويل اللي موجودة في اللغة العربية هي قضية احتضان للإنسانية كلها ده مش موجود في لغات أخرى أي إنسان بيحس برسوخه الأمان بيبقى بتمسكه بأصله اللي بيستند إليه اللي هو بيعرف فيه وبيتعرف على الحياة ولما بيغيب الأصل ده بيحس أنه ملوش ظهر وبيحس أنه هو مشتت وتايه ومش عارف لا نفسه ولا غيره ولذلك إذا أردت أن تعرف غيرك فلابد أن تعرف نفسك فعدم الاهتمام بتعليم أولادنا اللغة العربية والله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين إذن لسان عربي مبين يبين الحقيقة فاللي بيتعلم اللغة العربية بيبقى فكر واضح شكرا للمشاهدة